أبو حاتم لبّه الآن التفطير في الحرم وش رأيك؟ والله نبيك تعطينا مشاركتك والله يا ابن حال يعجز اللسان يعني صراحة تفطير في آل حرم يا أخي كم الحسنات وكم الجور اللي بتوصل اللي يفطر إخوانا المسلمين في الحرم يعني شيء يعجز عنها اللسان صراحة بغيت الأجر ومبغيت الثواب من الله سبحانه وتعالى الأجر المضاعف لك بما أنه يعني الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة والأجر في مكة والذنب ما أدري حديث ولا إن اللقطة أو السركة والزنة في مكة بسبعين ذنب بينما بره بذنب الواحد فأنت مضاعف لك الأجر من الله سبحانه وتعالى وأخوانك في الله هيا أقولك طرق التبرع أنت مثل ما قال أبو عبد العزيز وقال أبو دخيل والأخوان جوالك معك ما يحتاج تروح لأصرافه وتشغل موترك وتروح لأصراف جوالك معك الحبيب والتطبيق معك قبل كنا نخشى إلى جانا يعني واحد يسعل يشحذ بالمعنى العامي نقول خاف أن يعني يعني المليونين بنية وكلها شحالة فأنت ما تدري هل هذا مستحق ولا غير مستحق بينما يعني جمعية استدامة جزام الله خير أكفوك المؤونة وأكفوك التعب وقالوا حنا نفطر عنك الصائمين في الحرم المكي فما عليك إلا أن نتبرع وما قصروا يعني عطوك عطوك يعني فئات خليك هناك عطوك فئات ما تقدر 1500 رسلي رسلي أنزل إلى اللي بعدها 900 ماذا تقدر 900 أنزل اللي بعدها 450 ما تقدر هذه كلها 15 ريال أحد 15 ريال أسأل الله العفو العافو ما عندك 15 بخمسة ريال حسب الموجود في حسابك ما بلازم من الخمسة عشر ولا لا يبقوا أين نحن تخيل حتى الأوريال أنا أذكر أبو عبد العزيز الموطن أسلم واحد تبرع ببناء مسجد الله أكبر وأتته عجوز يعني يبني الأساس أين قالت هذا أثنين أثنين كيس تكفى حطهم في الأساس جميل فقام وبناء أطلبها وحطه في الأساس أثنين سمنت يوم خلص وبدوا الناس يسلون فيه هو حاطف اسمه جاه رأي قال سجل الجامع باسم فلانا اسم حظيم هو يعني شوف باني باني الجامع مكلف من مليونين لا يلا وهالعجوز هذي ما عندها استطاعة إلا هالكيسين هذي وقالت حطه قال سجل ويروح بسر قال تفسيرها أنك تسجل الجامع باسم فلانا اللي عطت فاشف هل في مقارنة بين كيسين وبين بني جامع مليونين ما فيه مقارنة فانتبذل لا تقول الجمعية هذه فيها هذه مصرحة من الدولة وعندهم تصريح وعندهم كل شيء وإن شاء الله ثقة ونحسبهم كذلك كل يوم يا أبو حاتم يكون فيه تصوير للسطور اللي تمد في الحرم الآن ويكون النقل للتصوير في برنامج سدره مع أخونا ياسر قحطاني يصير عرض الفيديوهات والله لو يعني سألتني أن أمنيتي أني أكون معهم والله بيض الله وجهك وصلاة سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم شكرا فنريد أن نغلق إن شاء الله فالعشرين ألف من تسعة وستين إن شاء الله إلى المئة بالمئة إن شاء الله أننا قبل نهاية الحلقة ونحن نعلن إن شاء الله الإقفال جمهورنا هذه مبادرتكم وصراحة دائما نقول أول من بدأ الفكرة هذا الرجل الذي بدأ بهذه الفكرة كم له من الأجور والحسنات في هذه الأيام العظيمة الليلة ليلة خمس وعشرين نحتسب الأجر فيها لتفرغ مثل ما ذكرنا ونذكر دائما في هذه الليالي نحاول نقدم الأشغال نؤخر الأشغال هذه الليالي عظيمة فما نشتغل فيها بأي شيء يلهين عن ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى الأسواق ترى الحين الشيطان بيشغلنا ناقصنا جزمة ناقصنا شراب عشان العيد عشان خلوها ترى الأيام هذه الأسواق للمعلومية تفتح بعد الفجر بعد الفجر روح قض اللي تبي والليل هذا خله لله سبحانه وتعالى الزوجات رجاء منكم فرغوا أزواجكم والأزواج رجاء منكم فرغوا زوجاتكم للتعبد لله سبحانه وتعالى حتى تجتمعون ونجتمع سوياً في جنات عدل نسل سبحانه وتعالى أن يحرم هذه الوجيه على النار والصدقة فضائلها عظيمة من هنا إلى بكرة لو تكلمنا لن نوفيها يعني كفينا أن الذي يتمنى رجوع أهل الدنيا قال فأصدق وأكون من الصالحين وأنت في أيام عظيمة مضاعفة الأجر فيها رمضان وفي بيت الله الحرام وأساساً الحسنة بعشر أمثالها في غير رمضان فكيف في رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وفي صيامنا كم جرحناه كم قصرناه كم كم وانت أخذ أجور كاملة ثلاثين واحد باربعمائة وخمسين ريال عن كل يوم أنت فطرت صايم باربعمائة وخمسين ريال والله أننا نبذلها في أشياء يعني ما تسوى ندخل بقالة نأخذنا بس لفف البقالة نحن ندافعين لربعمائة وطالعين من البقالة على كافي والله أننا بمئتيين ثلاثمائة ريال على كافي وحلا أنت دافع هذا المبلغ عزم الخويك فيه فالآن أنت اعزم نفسك وابل لنفسك وابل لنفسك المستقبل الحقيقي قال يا ليتني قدمت لحياتي هذه الحياة الدنيا حياة قصيرة الحياة الآخرة هي الحياة البرزخ خالدين فيها أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى مالك بس يا ابن عدم إلا تفتح التطبيق وضغطتين إلا الصدقة واصلة وتفطير الصائم لساحات الحرم ترجمة نانسي قنقر